اشتركوا في القناة ام التأكيد على العناوين العريضة كما جرت العادة كإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ومكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم وغيرها من الملفات الأمنية والحدودية لكن وبحسب بعض المتابعين هناك ما يميز اجتماع عمان عما سبقه من تحركات تخص الملف السوري وهو إقرار البيان الختامي تشكيل ثلاث لجانل المتابعة الأولى بمشاركة سوريا والأردن والعراق للتعاون في تشكيل فريق عمل سياسي وأمني خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وطرق تهريبها والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات لإنهاء التهريب فيما مهمت اللجنة الثانية تشكيل آلية تنسيق بين الأجهزة الأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لمعالجة أمن الحدود بينما الثالثة مهمتها تشكيل فريق فني من الخبراء في الدول الخمس لمتابعة مخرجات الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة بما فيها وضع جداول زمنية وإجراءات عملية للتنفيذ على الأرض وعقب الانتهاء من الاجتماع بحث وزير الخارجي الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون نتائج الاجتماع التشاوري وأطلع خلال اتصال هتفي على مجرياته ونتائجه كما اتصل الصفدي بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية كل من تونس والجزائر وأيضا بالنظام التركي وأطلعهم على الجهود التي يبذلها الأردن للتوصل إلى دور عربي قيادي من أجل حل الأزمة السورية بما يتوافق مع القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2254 حول هذا الموضوع من الرياض ورحب بمبارك العاتي كاتب ومحلل سياسي أهلا بك سيد مبارك في برنامج حديث اليوم وأعتذر منك نحن آسفين على هذه الإطالة اتفق الدول مصر السعودية الأردن سوريا العراق الاثنين على تعزيز التعاون بين الحكومة السورية ودول الجوار المتأثرة بموضوع تهريب المخدرات بنفس الوقت يتتزامن هذه الاجتماعات مع محاولة تهريب وأحباط عملية تهريب مخدرات إلى الأردن كيف نقرأ هذا المشهد سيد مبارك بالتزامن اليوم مع المحاولات العربية مع دمشق نساء خير بداية يعني يجب أن نخصر قضية العلاقات التي تبنى الآن ما بين المجمع الغربية وما بين السورية في قضية مخدرات كنت أكيد أنها قضية مؤرقة وقضية كبيرة خقيقة من بيننا وبين سوريا لكن يجب أن لا يختزل المشهد ويختزل هذه الاجتماعات ونفتاح متقارب في مسألة المخدرات في رأيي أن هذا الاجتماع التشاؤري الخماسي يبني لمرحلة جديدة أو فريق عمل عربي أعتقد أنه فريق عمل عربي سيتواصل للاجتماع في سبيل وضع خطوات واقعية لا نطلعنا خطوات ميجالية خطوات واقعية تقترب من الواقع لا تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع مصالح أورسيا التأكيد دائماً أو العمل على أن يسعى النظام السوري لبسط سيطرة على الأراضي السورية لمحاربة الإرهاب ولطرد أيضاً من ميليشيات الولايات التي تعمل لإيران أو لغيرها ولكي تكون سوريا أيضاً داخل إطار العمل العربي النقطة الثالثة يعني إضافة إلى المنظور الأمني والمنظور السياسي في اعتقاد أيضاً هناك منظور استراتيجي يرانه مهم جداً في رأيي أن سعودية وتولى العربية رفر المجتمعي وهو بقاء سوريا في محطة العربي وإن لم تقبل في القمة العربية وهي نقطة أعتقد أنها نقطة توافقية ما بين بقاء سوريا في محطة العربي وما بين أيضاً إرضاء التولى الممانعة والرافضة بعودة سوريا للقمة العربية طيب كان في يعني مخرجات من هذا الاجتماع التشاوري أيضاً في بالطبع اليوم سروط عربية اليوم لقبول سوريا قبول عودة سوريا إلى محطيها العربي اليوم الكرة بملعب دمشق ما الذي تنتظره اليوم للدول العربية من دمشق وعلى ماذا تراهن يعني البيانة ختامي في قرأنا وأجمع في رأيي أنه كان بيان واقعي بالفعل وأنا مختائم على الواقعية قبل قليل أكرت حالياً عندما لم يطالب حقيقة بسوريا بتنفيذ كل المطالب نظراً لأن الواقع حقاً سيتنافى معها المطالب السوري الذي قدرت وهناك مصالح إيرانية مصالح سورية مصالح روسية مصالح تركية تصلب غربي تصلب لدول أوروبية ولذلك كانت الخطوات العربية خطوات معقولة جداً الهدف حقيقة أنت مقود هو مساعدة سوريا بكل نظامه بتكوينها بأن تكون دولة يعني تفرض سيطرتها على حدودها مع التأكيد على وهناك خطوات بناحش النواية تثبت بالفعل بأن النظام السوري يسعى لصالح تحقيق المطالب العربية لا نسميها مطالب عربية تلطفاً ولا نسميها شروط عربية على أمان أن نبدي مرحلة من التقام ما هي هذه الخطوات المطلوبة بالبداية يعني اليوم بما أنه اليوم المبادرة تأتي تحت عنوان أو هذه الاجتماعات خطوة مقابل خطوة وهي المبادرة الأردنية سابقاً كانت تقوم على هذا المبدأ اليوم الدول العربية قدمت خطوات ما هي الخطوة المطلوبة من قبل دمشق بكل وضوح وشبابية حتى لم نرى يعني أنا كمراكم لم نرى خطوات إيجابية وخطوات عملية من نظام رشاة رسل حتى الآن لكن نعمل بالفعل أن يكون هناك عفو عن كل السوريين أن يكون أن تكون سوريا لكل السوريين أن يكون هناك يعني إعلان النظام بالانفتاح على المعارضة السورية وعلى كل الشعب السوري أن تتشابك العربية مع روسيا في سبيل يعني الإسراع بوضع آلية من شأنها أن تجمع المعارضة السورية مع النظام السوري أن يكون هناك بارقة أمل لعودة الشعب السوري والمهجرين واللاجئين السوريين إعادة الحقوق أيضاً للشعب السوريين أعتقد أنه المطالب وشروط الفعل يجب على النظام أن يسعى لتحقيقها ومع ذلك أرى أن الدول العربية تؤمن أن المتاع على سوريا جدير بإستمرار النقاش استمرار وأن استمرار وضع سوريا بحالة عزلة أعتقد أنه لن يؤدي إلى حد أي ملف منه طيب يعني ذكرت عدات نقاط منها إعادة سيطرة اليوم الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية وذكرت نقطة أن يتقبل اليوم أو تتقبل الحكومة السورية مسألة المعارضة إعادة سيطرتها أخراج يعني المعارضة وبقية القواح اليوم من سوريا من المشهد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اليوم المبادرة أو الاجتماع الأخير يعني غابة عن موضوع فكرة الحكم الانتقالي الذي يبنى عليه أساسا القرار 2254 بما أنه اليوم هذه الاجتماعات أو مخرجاتها تقول بالأساس أي صيغة يجب أن تكون بناءا تحت 2254 مفهوم أو فكرة اليوم الحكم الانتقالي غابت عن هذه الاجتماعات التشاورية والاجتماع التشاوري الأخير ماذا يعني ذلك سيد مبارك بالفعل في بداية حديث هي بأن كان واقعي لأنه لم يطالب حقا أكثر مما يمكن تنفيذه حتى لا تفشل هذه الاجتماعات والذات إنما أقول الواقعية بأن لا يكون هناك شروط عالية جدا واتبطنا على أن المبادرة الأردنية هي خطوة بخطوة اليوم من النظام السوري بالفعل أنه أدي أن يقوم بخطوة على لغة تثبت بأنه ينوي التفاعل الإيجابي مع موضوع خصوصا أن الوزير السوري شارك أول مرة في هذه الاجتماعات وهناك إنشارات سعودية وإشارات أردنية بينها الاجتماعات هي أولية ونسلت تدرها الاجتماعات ونحن على مرمى أسبوعين أيضا من القمة العربية التي ستتبنى ما قد يتم التوصول إليه في الاجتماعات اللاحقة النقطة الأخرى أيضا إنما أقول واقعية للإجتماع الخماسي هناك أيضا موقف أمريكي قوي جدا هناك قانون قيصر هناك متسلق قروبي أيضا حول هذا النظام فالذلك نقول أن مسألة السير وفد استراتيجية خطوة خطوة كثيرة حقيقة باستمرار التشاوى وكثيرة أيضا بإقناع الأطراف كلها بتقديم فطوات لاحقة من شأنها تبني التقام في مستقبل المقريم الحقيقة كنت أريد أن أسألك حول هذه النقطة الأخيرة التي تفضلت بها حول التعنط الأمريكي والأوروبي تجاه أي تحركات عربية نحو دمشق ومسألة العقوبات هل تستطيع اليوم إعادة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية نزع اليوم العقوبات من على سوريا هذه نقطة وهل تستطيع اليوم الدول العربية أن تنقذ دمشق اقتصاديا وما تأثير كل اليوم التعنط الغربي نحو التحركات العربية وإعادة دمشق إليها في رأيي أن هناك أمر مؤرد ومهم جدا يسيدر على الأقلية العربية في التعاصل مع الملف السوري وهو قضية وطبيعة العلاقات للنظام مع إيران وربما غدا وبعد غدا يقوم رئيس النظام الإيران بسيارة لسوريا وهذا بالفعل أرى أنه أربط جدا أو ضاغط على السياسي العربي بتعامل مع الملف السوري كنا نأمل على الأقل تأتيب مثل هذه الزيارة من بشار الأسد لكن واضح أن اللجانة مساركة تواصل اجتماعاته واضح أن هناك يعني التزام سوري بطبيعة العلاقات مع إيران النقطة الثانية التي أشرب موقف قوي وموقف كبير جدا وهو تمسك بقانون قيصر الدول الأربية كما أقول أيضا لديها موقف وهو طبيعة تمسك بالحل النهائي المطروح لسوريا لكن لكن أرى أن هناك حمل عربي أو سعي عربي لأن يكون هناك مبادرة عربية ربما تشغل بتأييد ودعم مساركة للأشقل لكن الأهم هو إنضاج هذه المبادرة العربية وضع الأطور أو تهيئة يعني الأرض التي تسمح بإنجاح هذه المبادرة قائمة كما قلنا على شريطة تفاعل النظام إيجابيا مع هذه المبادرة التي أشرب إليها أيضا طبيعة رفع العقوبات عن سوريا أعتقد أنه دم مسيح العربي أو بمعنى أنه دم مسيح السرودية كثيرة بحل خلالة قضية هذه العقوبات فكرة هذه العقوبات خلالة العقوبات التي لم تفرض ربما يكون هناك أخذ ورد حولها لكن الأهم هو أن النظام بشار أسد يسعى بخطوات يعني تؤكد على الجانب العربي أو تعطي الجانب العربي بصيص أمل لأنهم بالفعل سيتباع مع هذه المبادرة طيب سيد مبارك باختصار اليوم قراءتك يعني ككاتب ومحلل سياسي وتقرأ ومراقب تقرأ ما يحدث برأيك التطورات القادمة بأن تكون إيجابية هل هي أمل أو فعلا وقائع بحسب المعطيات والمؤشرة هناك عمل حقيقة واقع أمل أقصد يعني هو مأمول أو هناك شيء سيكون ملموس قادم أرى أن هناك شيء ملموس يتم الطبق الإعداد له ويتم طبق صح حاليا وعملية الأربضة التي لمسنا حقيقة في كل الإشماعات السعودية السورية العربية السورية الإشماع في عمان بالفعل يبدو أن هناك طبقة عربية سورية يتم الإعداد وهو الأهم أن لا نكسب دولة ونخسر دولة عربية أخرى ولذلك أرى أن هناك تفاؤل كبير بأن الملف السوري سيشهد تطور عربي مهم إما في فقم العربية أو بعد شكرا جزيلا شكرا على كل هذه القراءة من الرياض مبارك العاتي كاتب ومحلل سياسي شكرا جزيلا لك من جديد مشاهدين فاصل قصير ونعود لمتابعة الملف الثالث لحديث اشتركوا في القناة